جريده من ساعة معرفنا في الكرة المصرية من ساعة مضرب النادي الاهلي لحد ما انتقل لعدد من الاندية العربية لوصولا للنادي الاسماعيلي عمل ايه اللي اقدمه جريده تعالوا نشوف جريده مع الاهلي قعد 299 يوم لعب 50 مباراة فاز في 32 تعادل في 10 خسر في 68 وسجل 60 واستقبل 28 حق بطولتين الكنفدرالية والسوبر المصري مع الاتفاق السعودي لعب 104 يوم لعب 12 مباراة فاز في 3 تعادل في 3 خسر في 6 وسجل 15 واستقبل فريقه وقتها 22 هدف سجل فريقه طبعا مش هو اللي سجل الرجاء المغربي قعد معهم 576 يوم عفوا لعب 74 مباراة فاز في 38 تعادل في 23 خسر في 13 سجل 127 واستقبل 66 بطولتين حققهم الكنفدرالية وكأس المغرب مع العين الامراتي لعب 102 يوم لعب 16 مباراة فاز في 3 تعادل في 4 خسر في 9 سجل فريقه 18 واستقبل 30 هدف مع النجم الساحلي التونسي فترة مش كبيرة ما وصلتش لتلات شهور تقريب 82 يوم لعب 13 فاز في 5 تعادل في 3 خسر في 5 سجل فريقه 16 هدف واستقبل 11 هدف ضرب أسماء كبيرة برضو بصراحة الوداد المغربي 198 يوم لعب 7 مباراة فاز في 3 وتعادل في 2 وخسر في 2 وسجل 10 أهداف واستقبل 7 أهداف الفترة قليلا عشان كانت ديه فترة بتاع الكورونا بالمناسبة يعني اللي كان فيها توقفات كتير كسليون الأسباني فريق درجة ثالثة لعب معاهم 128 يوم لعب 19 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر في 9 وسجل 17 واستقبل 21 هدف ترجمة نانسي قنقر